أهلا بكم من جديد مشاهدين نتابع في نشرتنا حيث رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإفراج عن سيدتين من المحتجزين في قطاع غزة ليرتفع عدد المفرج عنهم إلى أربع سيدات لأسباب إنسانية وذكر البيت الأبيض أن بايدن جدد التزامه بالجهود المستمرة لتأمين إطلاق صراح جميع الأسرة وتوفير ممر آمل المواطنين الأمريكيين والمدنيين الآخرين في غزة وأوضح البانو أن الرئيس الأمريكي أكد ضرورة الحفاظ على التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل إلى غزة كانت مصر قد نجحت أمس في إتمام الإفراج عن محتجزتين وتسليمهما إلى الجانب الإسرائيلي